موسيقى ذكرت مؤسسات إعلامية مختصة بالشؤون العسكرية أن إسرائيل تعمل في الوقت الحاضر على استبدال ناقلات الجند الأمريكية القديمة من نوع M113 وذلك بناقلات مدرع حديثة من نوع E-TAN فالناقلة الأمريكية المجنزرة القديمة M113 تم صناعتها في الخمسينيات من القرن الماضي ويعتبر تصميمها قديما وغير ذا جدوى أمام الأسلحة المضادة للدروع الحديثة وذلك بسبب تصميمها الغير انسيابي وتدريعها الخفيف مقارنة بالمدرعات الحديثة وقد دخلت هذه العربة الخدمة مع الجيش الأمريكي في فيتنام عام 1962 وحاليا تمتلك إسرائيل أكبر عدد من هذه الناقلات بعد الولايات المتحدة فهناك ما يقرب من 6000 ناقلة تخدم في الجيش الإسرائيلي وقد قام الجيش الإسرائيلي بعرض النسخة الأولى لناقلة الجند الجديدة إيتان بتاريخ الأول من أغسطس عام 2016 بعد تصنيعها في قسم تطوير الدبابات في وزارة الدفاع الإسرائيلية وهي ناقلة جند حديثة مزودة بثمان عجلات تحتوي على نظم مقاومة والتي تمكنها من العمل حتى بعد معاناتها من ضربات متعددة كما وتزن المركبة 35 طنا وتصل قوة محركها إلى 750 حصان تم تصميم مركبة إيتان لتحمل 9 جنود بالإضافة إلى طاقة مؤلف من ثلاثة أشخاص وهم قائد المدرعة وسائق والرامي الذي يقوم بتشغيل المدفع كما ويقوم الجنود والطاقم باستخدام الباب الخلفي للدخول والخروج من المدرعة تتميز مركبة إيتان في قدرتها الكبيرة على الحركة إضافة لقدرتها على السير على الطرق المعبدة دون الحاجة لاستخدام شاحنات نقل خاصة وتبلغ سرعة القصوى 90 كم في الساعة وقد تم تطوير هذه العربة بنتاج الدروس المستفادة في العمليات العسكرية الأخيرة خلال حرب إسرائيل على غزة المحاصرة كما وتم تطويرها بالاعتماد على تصميم دبابة ميركافا وناقلة الجنود نمر لكنها تختلف في عملية التدريع لأنها لا تعتمد فقط على الدروع الباليستية بل أضيف إليها أنظمة مقاومة توفر حماية كافية لمواجهة تهديدات المعركة وقد أضيف نظام التروفي للمركبة لحمايتها من أغلب أنواع المقذوفات الصاروخية المضادة للدروع أما بالنسبة للتسليح فقد تم إضافة مدفع رشاش من عيار 0.5 إنش أي ما يعادل 12.5 مليمتر ويتم التحكم بهذا المدفع الرشاش من داخل العربة لحماية الرامي وتزود بعض أنواع هذه المدرعات بأبراج مزودة بمدافع من عيارات مختلفة كـ 30 مليمتر و40 مليمتر ويتم التحكم بها من داخل المدرعة أيضا كما وقد تم تجهيزها بمجموعة متكاملة من المستشارات التي تقوم بالكشف عن جميع التهديدات المحيطة والأهداف المحتملة صممت هذه المركبة لتكون آلية متعددة الاستخدامات لمهام متنوع وإحدى ميزاتها هي تكلفة الانتاج والاستهلاك المنخفضة جدا والتي قدرت بنصف تكلفة ناقلات الجنود القديمة التابعة للجيش الإسرائيلي اشتركوا في القناة